اهلا وسهلا بكنا وبكم اعزيزات واعزاء قناة موروكن كريم تيفي الجريمة المغربية بس وصل بالانسان يتاجر في المقاسي دي للناس ويستغل المرض والعل اللي فيهم باش يغتاني هذي قمة الدناء او الحقارة اللي وصلنا لها وحشومه وعار حشومه وعار تجعل من المريض دراس المال باش تكسب الفلوس على حساب نية المحسنين او باش تنصب عليه كما غدي تسمعون في قصة هذي الجريمة هذي مرة كتنصب على المرضى والعائلات ديالهم دارت خطة جهنمية بتجمع الفلوس بلا تمالة وعلى حساب ألم المرضى الله يشافيهم يعافيهم اول حاجة ذاتها هي انها سوقات الرأس هذه الصفة دي الفاعلة جمعوها السيدة عند الجمعية كتقول للناس وهاتش يكل جي تقفيها وهات الصفة تطلابها الفيسبوك الواقع الشيماعي كل شي فاعل او فاعلة الشيماعية بلا ما يفعل او يتفعل او يسترمنه شي حاجة مهمة للمجتمع الناس دايلة الجمعية تغير على الوراق وبها كتسترزق الله وهذا موضعه حداخل السيدة كانت كتتسوق الرأس هذه الصورة ديال المرأة اللي كتدير الخير والإحسان واللي كتساعد الناس المرضى اللي مفحلهم شو ما عندهم شو فيما كانت شحالة انسانية كانت كتتتنقذ وتشي معها وتوهم العائلة ديالها باللي غادي تعاونهم على التطبيب وشيراء الأدوية وإجراء التحاليل التبية والعداد كتير بحال هاد المرأة كما قلت شحال مجمعوي وشحال مجمعوي دير اير بلاكة باش ينصب هاد السيدة كانت كتتختار اماكن قريبة من المصحات الخاصة للكلينيك خاصة في مدينة مرأكش كانت كتتتصغل هاد المصحات والمأمكان القريبة منها باش تتربص بالضحية ديالها وتنصب عليهم تماكن كتتتلقى والضحية على حدة وكتوهموا بالقدرة الفائقة ديالها على الحل مشاكل العلاج بهذا السمن وتبديل الاستعداد واستعاون بالدواء او بالتدخل هذا مسؤولي المصحة باش يخفو عليهم الملعب ديال العلاج والتكاليف ديالهم طبعا كنت كتتتصوق واحدة صورة زوينة بزاة فعليها كتبان شخصية ومسترطيقة سعطيقة غير شي حاجة وهم كتقول بلي عندها نفوذ قوي وعلاقة نافدة ويدها طويلة كما كنقولو في هاد الكلينيك ويمن ضحية طيحات ودت لهم فلوسهم وفلوس كانت صحيحة بعدما انطلت عليهم الحلة اللي جاءت لها باش تنصب عليهم لا يحسن العوان إنسا من اللي كان يكون عنده المريض ما يعرف شنو يدير ولا كيفاش يتصرف خصوغي كيفاش يتفك وين قد روح المريض ويخفف من منعب وتكاليف العلاج هاد السيدة الفاعل الجمعوية كانت كتعرض عليهم باش تخفصها من العملية الجراحية بنسبة كبيرة كتوصل حتى للناس ولا وعلا حسب كل حالة كانت كذلك كتدخال وكتعرض عليهم بنسبة بزاف ديال الاستفادة من الفحوصة الطبية والاستشفاء بداي أن الجمعية ديالها عندها شاركة مع هاد المصحة وهذه غير حيلة نطلت على الجمع سيدة محترفة في النصب والاستشفاء كتغري السيدة أو السيدة باش يكوح ويعطي بيسخاء وهي نصبة بارعة كتتسلم منه أو منها نسبة بلغة ديال العملية أو الفحوصات الطبية وتباس ما تصبح كتتغبر وتمشي البلاثة واحدة اخرى باش تقلب على الضحية واحدة اخرى بنفس الطريقة حتى السيدة سبحات محفوظة الطريقة ديالها في النصب ثلاثة من الضحايا تجرؤوا وقدموا شكاية للبوليس أول نياب العمّة بعد ما كتشفوا بشكل متأخر أنهم طاحوا ضحية النصب في مبالغ مالية مختلفة وانتظار ديالهم الطال باش تدخل هاد السيدة وتكتشفوا فيما بعد أنها غير كنت تكتبوا ههمهم وتفاجئوا باللي مشاول الإدارة باللي ما كيعرفوهاش باللي السيدة غير نصابة ديالها هاد الحيلة بتنصب عليهم البوليس ديال مراكش خدش شكايات مأخذ جد وتحركوا اعتماد عن الأبحاث وتحرية مادية وأوصف أدلة بها الضحايا تم تشخيص الهوية ديال المتهمة وطبعا جابوها وحقوا معها وستمعوا لها ومحضار رسمي وحلوا عن نياب العمّة قابل لبداية المحاكمة ديالها أمام المحكمة البتدائية ببنينت مراكوش شتوش حال تيقى بزاف ما صلحاش بات زمانة الخود ماشي أي واحد قل لكم أنه رجل أو مرا مزيانة وبهار من ديك الصورة تيقوه وتعطيوه اللي يطلب منكم أحده راسكي ولا عمّي مو هي بنت عمّي إلا غفلت عينك تطيغ والله لا يطيح في طيغكم بحال هذه الأصناف اللي كتغتاني على حسب آلام ومشاكل ومرض الناس لما يكون في قلوبها ولو ضررت رحمة وشفقة ما كاشفقوش على الناس المحتاجين للدعم والتضامن ماشي تديليهم ورزقهم وفلوسهم وتخليهم يبكي والنهار اللي يشافوك فيه والله يهديم أخلاق وشكرا جزيلا اللي تبعتوا الفيديو حتى للأخر وأنا شاكر لكم على ذلك وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفية للقناة ودامت لكم الأفراح والمسارات وانتمنى باش يكون في هذه القصة دروس وعبرة تستفدوا منها جميعا وإلا كانت شي مرطيات واحدة أخرى دروها في تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وأنتم أشكورون على الذك والتتبع والمواضبة على القناة موسيقى 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 موسيقى